تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 203 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 100 أطن أما في مجالي قضايا المخابز فقد تم ضبط 719 قضية من بينها 70 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 119 أطنان موسيقى موسيقى